الأجهزة اللي معنا اليوم أعتبرها شخصياً من أفضل الخيارات المتاحة لأجهزة الداك آمب اللي في أعلى الفئة المتوسطة تابع معناها المراجعة تعرف على أجهزة SMSL, SU9 Pro, DAC, SH9 AM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني وخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات دبلو بتدي المراجعة حب أشكر أخوي صالح الغامدي مالك الأجهزة ما قص الرجال على إرسالها للمراجعة ويظل وجهكم أخوك بسم الله نبتدي معكم استعراض العلبة ومحتوياتها انتر ما تشوفون جاي الجهاز Remote Control كابل الكهرباء نبتدي أولاً باستعراض جهاز الداك المنافذ الخلفية اللي فيه عندنا مخرجين XLR, Balanced, Left to Right ومخرجين RCA وعندنا مدخل COAX ومدخل USB والمدخل هذا خاص بالأنتينة أشان البلوتوث والمدخل هذا خاص بالكهرباء طيب من الأمام عندنا شاشة للمعلومات الجهازة ومعلومات الملفز الصوتي بنتكلم عنها أكثر بعد شوي إن شاء الله وعندنا النوب الخاص بالصوت فقط هذا اللي في وجه الجهاز هذا الجهاز الداك ننتقل للآن من الخلف عندنا مدخلين XLR كلها ثريبين وعندنا مدخلين RCA اللي هي Unbalanced والXLR Balanced وعندنا مدخل الكهرباء ومن الواجهة عندنا منفذين Output اللي هي Quarter Inch Unbalanced والXLR Balanced وعندنا النوب الخاص بالصوت وأيضاً الجهاز يجي فيه شاشة للمعلومات الجهاز خلونا أول نتكلم عن المواصفات الفنية للجهاز أو للجهازين بالأحرى عندنا أولاً شريحة الداك اللي هي من شركة ESS موديل تسعين تسعة وثلاثين ام برو تعتبر شريحة Flagship وعندنا الأمب يجي بتقنية THX AAA 880 وأشوف أيضاً في الصورة اللي طالعة لكم الآن خدتها من الموقع الشركة مستخدمين شرائح أيضاً OPA 564 الداك أيضاً مركبين فيه 11 شريحة أوب أمب بموديل OPA 1612A منافذ الأوتبوت والإنبوت كلها ذكرناها قبل شوي الجهاز يدعم اللي هو الداك يدعم جودة PCM إلى 32 بيت على 768 كيلو هيرتز ويدعم جودة DSD إلى 512 الطاقة اللي طلعها الأمب 6 واط على مقاومة 16 أوم 3 واط على 32 أوم 440 ملي واط على مقاومة 300 أوم 220 ملي واط على 600 أوم أرقام صراحة أعتبرها قوية على الجهاز في الفئة السعرية هذه الطاقة اللي طلعها بالVRMS عندنا الآن بيطلع 5.12 VRMS وداك يطلع 5.23 VRMS يعني عندك التوتل 10.35 VRMS طاقة الVRMS معروفة أنها هي اللي ترفع لك الصوت أو هي القادرة على رفع صوت السماعات اللي توصلها على الجهاز وزن الأجهزة كل واحد 790 جرام يعني بما مجموعة تقريبا كيلو ونص للثنين مع بعض أعتبره جدا خفيف مقارنها بغيره ترددات الصوت المدعومة على الجهاز من 1 هيرتز إلى 500 ألف هيرتز طبعا أنا أعد هذه أنها عبارة تسويقية يعني لا أكثر ولا أقل وبنتكلم عنها بعد شوي في امتداد الترابل الخاص بالجهاز عندنا البلوتوث الجهاز يدعم البلوتوث جميع الكودك الموجودة SBC AAC Aptics Aptics HD LDAC كلها مدعوبة ستار البلوتوث اللي عليه 5.0 يدعم MQA Full Decoding نعم طريق اليوسبي والاوبتيكال والكواكسال يعني هذه الفول ديكوتينج تعتبر أعلى فئة في MQA أو خلنا نقول في فك تشفير ملفات MQA Dynamic Range للجهاز 134 DB رقم جدا جدا ممتاز أسعار على الجهزة سعر جهاز الداك منفصل بـ 500 دولار وسعر الامب منفصل بـ 295 دولار تدعم الأجهزة إلى مقاومة 600 أوم وتعطي عليه طاقة صراحة جدا ممتازة الـ Output Impedance كاتبين نير أو قريب من صفر أوم ننتقل الآن إلى شرح الواجهة أو الشاشات اللي في الجهاز والبرنامج الداخلي له للداك نبغى نشوف مع بعض وش اللي موجود فيها أولا عندنا الـ Input خيارات الـ Input عندنا USB Bluetooth Optical COXAL تختار من هالشي اللي ناسبك خيار الثاني اللي هو الـ Output اللي هو إخراج الصوت من الداك للامب تبغى Balanced ولا Unbalanced اللي هو الـ RCA أو الـ 2 مع بعضها يعني إذا بتطلع على آم بين مختلفات عندنا PCM Filter الخيار الثالث عندك فلاتر الصوت PCM Filter فلاتر الصوت تقدر تتنقل بينها وتشوف الشي اللي ناسبك وعندنا DSD Filter اللي هو يسوي Cut-Off بعد تردد معين أو بعد تردد محدد مسبقا وهالنقطة بتتكلم عنها بشكل أعمق في فقرة الملاحظات وعندنا Sound Color اللي هو يغير لك في خلنا نقول نغمة الصوت يعني تبغى Rich غني تبغى زي صوت الـ Tube اللي هو الـ Tube Amp نفس اللي طالع لكم يعني في الصورة اللي ما يعرف الـ Tube Amp ولا تبغى اللي هو الـ Crystal يعني سوي تنقيه زيادة كل هذه طبعا ملفات EQ ما هو الصوت الفعلي للجهاز يعني تغير في الصوت عشان كذا سموه Sound Color أو تغيير لون الصوت وعندنا الـ Pre-Mode فيه خيارين وعندنا الـ FnK تختار وش تبغاه يسوي وعندنا الـ DPL كلها خيارات تعدل فيها على الشي اللي ناسبك والـ Audio Pass والـ Daimer اللي هو متى تبغى الشاشة تطفى وعندنا الإضاءة بعدها وعندنا الـ Reset اللي هو إعادة الضب ننتقل الآن للخيارات الموجودة في برنامج الـ Amp أو الـ Siftware الخاص بالـ Amp طالما تشوفون الشاشة اللي عارضها لكم إنه Balanced الـ Gain منخفض مستوى الصوت اللي نحط 35 عندنا أولا الـ Input وش تبغى Balanced أو Unbalanced حسب ما موصل وعندنا الـ Gain تختار مستوى هل تبغى Low أو High الـ High يضيف 10dB كارتفاع في الصوت وعندنا الـ Volume Mode Enable أو Disable والـ Daimer اللي هو وقت يطفى الشاشة اللي أفضل أنك تخليها دائما تشتغل أو تقدر تطفيها في الوقت اللي يتحبه والـ Brightness قوة سطوع الشاشة على حسب الشي اللي ناسك وعندنا الـ Remote Code يعني إذا كان عندك ريموت تقدر تختار كل جهاز كـ A أو B أو الإصدار اللي موجود على الجهاز يبينها لك بالكامل ننتقل للخصائص التقنية والتقييم مبني على تجربتي للجهازين مع بعضهم حبيت أذكر الشي هذا لأن النتائج بتتغير معك بكل تأكيد لو وصلت الداك على أهم بمختلف ولو وصلت الأمب على داك مختلف بتكلم عن الشي هذا في فقرة الملاحظات وكانت طريقة التوصيل من جهازي جهاز ماك إلى الداك عن طريق الـ USB كانت تشغيل عن طريق برنامج أودريفانا لأن مثل ما هو معروف الماك ما يدعم الـ DSD اللي على برنامج الأودريفانا أو برنامج ثاني والله نسيت اسمه وللأسف كل البرنامجين باشتراكات شهرية أو سنوية طبعا التوصيل للداك بالـ USB مثل ما قلنا ومن الداك الأمب XLR balanced توصيل السماعات أيضا balanced أثناء اختباراتي كلها وقبل أن أبتدي التقييم أحب أن أداء الجهاز التقني يعتمد على الأداء أيضا تقني للسماعات اللي تستخدمها يعني لا تتخيل أن أجهزة الداك أهم ممكن تحول سماعتك لشي ثاني تغيير اللي ممكن يصير غالبا يبقى في حدود الـ 20% أو أقل أو خلنا نقول ما رح يتجاوز 20% إلا في حالات نادرة لأن البعض يمكنني يفكر يشتري يقول كل ما اشتري الداك غالي كل ما صارت سماعتي أفضل ما هو شرط هذا طبعا غير أن السماعة تكون متوافقة مع الداك ومن هالكلام لكن بختصر هالموضوع عندنا أولا توقيع الصوتي للجهازين مع بعض محايت تماما وتوجه الصوت فيه تحليلي أكثر منه موسيقي وهذا يرجع لتفضيل الشخص نفسه هل هو يعتبر ميزة للجهاز أو لا أنا بالنسبة لي يعجبني أكثر اللي يكون صوته تحليلي بس أنه ما فقد الميوزيكاليتي كاملة يكون باقي فيه شوي ميوزيكاليتي بس أنها أغلب شغلة على التحليلي للمعلومية كثير من المستخدمين ما يحبون الشي هذا يحبون الشي اللي يكون الميوزيكاليتي عالية فيه مثل ما قلنا يبقى هذا شي تفضيل شخصي الساوند ستيج فيه واسع جدا اللي أعتقد أنه من أوسع الساوند ستيج اللي مرت عليه والعمق شي رهيب ويعتمد أيضا على سماعتك مثل ما قلنا بالعادة هذه ميزة ميزة الداكات والآمبات اللي يكون صوتها محايت تماما هي اللي تعطيك أفضل آداء للساوند ستيج اللييرينج بحكم العمق الممتاز شي هذا انعكس على اللييرينج وصار مستواه عالي الإيميجينج أيضا قلنا بالأساس يعتمد على سماعتك يعني لو جبت سماعة سيئة في الإيميجينج ما راح تتحول إلى شي ثاني لازم تكون سماعة كويسة في الإيميجينج هذا بيعطيها الدفعة اللي متبقية لها يعني بيعطيها تقريبا في حدود الخمسة في المية لو سأل أحد كيف الداك يحسن الإيميجينج تحسن يصير لعدة أسباب كل ما ارتفع أداءها كل ما تحسن معك الإيميجينج منها الكليريتي، رزولوشن، نويز، السيبريشن كلها عوامل تأثر على جودة الإيميجينج عندنا السيبريشن توب صراحة بس ضروري تكون سماعتك بعد ممتازة في هالمجال عشان يعطيها الدفعة النهائية أبراز التفاصيل، كمية التفاصيل اللي قاعد يبرزها هالجهاز شيء رهيب لدرجة انك تحسن مستوى بعض السماعات عندي بحدود عشرين في المية سواء في أبراز التفاصيل العادية أو المايكرو ديتيلز في أي مكان في السباكتروم الكليريتي والرزولوشن كلهم ممتازين ومستواهم عالي جدا وأخص بالذات الكليريتي شيء رهيب درجة حالية ما توقعتها أبدا ما الداينامكس فيه ممتازة جدا النويز مع السماعات صفر حرفيا حتى مع السماعات اللي حساسيتها عالية أتكلم عن مية وعشرين دي بي فو وأهنيهم على الشي هذا طيب نجي للصوت أولا البيس في الأجهزة اللي توقيعها الصوتي محايد تماما راح يعطيك البيس الفعلي لسماعتك بدون لا يزيده ولا ينقصه ما هو البيس اللي أنت متعود عليه مع جهاز سابق أو جهاز مختلف من ناحية التوقيع الصوتي أول ما توصل سماعتك عليه تحس إن البيس خاصة السب بيس قلة كميته بعد بنسب مختلفة يمكن بعشرة في المية للسماعات اللي يكون البيس فيها متوسطة إلى عالي هذا ما هو معناه أن الداكو الآن قلة كمية البيس لا هذا يعني أنه يعطاك البيس الفعلي للسماعة وانتوا شايفين الآن طالعت لكم استجابته قراءة استجابته للترددات حرفيا صفر الرول أوف للبيس مع أنها قراءة الشركة ما هي من طرف ثالث للأسف ما حصلت عدم سويها لكن حسب تجاربي مع لا جهزة اللي توقيعها صوتي محايد تماما هي اللي تنقلك البيس الفعلي لسماعتك بدون أي تضخيم له مع العلم أن التضخيم في الأجهزة الثانية إذا كان فيها تضخيم ترى ما يتجاوز واحد دي بي على مقياس الصوت وهذه النتيجة اللي طلعت فيها بعد اختبارات سوايب إن طبعا الجهاز سويت له اختبارات سوايب إن العدد من السماعات تعرف أدائهم وأكيد إن امتداد البيس للترددات المنخفضة ما يداخل مع ارتفاع أو انخفاض كميته هذه كلها تعتمد أو امتداده للترددات المنخفضة تعتمد دائما على جودة الدرايفر نفسه طيب عندنا السماعة الأولى اللي هي اليونيك ميلودي مست مارك 2 وصلت معي إلى تردد 14 هيرتز عندنا القينيرا سكولد إلى 18 هيرتز وعندنا الفيو FA9 إلى 18 هيرتز أعطيه ممتاز على توجهه الصوتي أنا أكثر شيء يهمني إن ما صار لها رول أوف نهائي خلو نسميه ما هو رول أوف متدرج لا رول أوف نهائي قبل تردد 20 هذه بالنسبة لي كافية عندنا الميدز طبيعي نظيف الفوكلز فيه متقدم شي بسيط للي فضل الشي هذا طبعا بعده عندنا ترابل ترابل في هالجهاز استجابتها ممتازة سباركلي ايري لكن ما في حدة وهذا أهم شي متقدم أيضا شي بسيط هذا لو سمعتك توقيع الصوتي محايد أو ميلد في شيب ممكن يكون فيه درجة بسيطة من السطوع واقي التواقع الصوتية اللي جربت عليه كانت مناسبة جدا والسطوع غالبا على الأصوات اللي يكون مركزها في حدود تردد 6000 إذا كانت قراءة سماعتك بارزة في هالمنطقة يعني فكر قبل لا تاخذ الجهاز لكن لو كان عندك أكثر من سماعة بعضها يعني ما تكون بارزة في المنطقة هذه ما عندك مشكلة أما بالنسبة لامتداد التريبل سويت نفس الحركة اللي سويتها في الباس اللي هو سوايب إن أو اختبارات سوايب إن لنفس الثلاث سماعات وكانت النتيجة كالتالي اليونيك ميلودي مارك مست مارك 2 بصلت إلى 17100 هيرتز سكولد وصلت إلى 16100 الفيو اف اي ناين إلى 16700 من النتائج اللي طال عالي كان امتداد التريبل فيه مشابه لأغلب الأجهزة يعني ما فيه أي شيء ميزه لاه سيء ولاه مميز يعتبر جيد جدا ننتقل بعدها الملاحظاتي حجم ووزن الجهازين جدا ممتازة اللي اعتبرهم خفيفين مقارنة بالأجهزة المكتبية اللي جربتها الأجهزة فيها حرارة لكنها معقولة وهذا أيضا طبيعي على الأجهزة المكتبية أعجبني فيه إنك تتحكم في الصوت من الجهازين حسب احتياجك يعني تقدر ترفع الصوت من الداك وتقدر تخفضه نفس الشيء من الآن كمية الخيارات اللي فيهم والفلاتر وغيره أعتبرها ميزة معني ما استخدمها لكن غيري ممكن يستخدمها أيضا كمية الطاقة اللي طلعها بالVRMS فوق الممتازة يعني أنت تتكلم عن أكثر من عشرة VRMS والرقم هذا صدقوني ما هو سهل أبدا يعني الجهاز قادر على تشغيل أي سماعة كانت بما فيها السفارة اللي تعتبر من أصعب السماعات في التشغيل تمنيت إن واجهة الأمب يكون فيها منافذ 3.5 و 4.4 لأنه بتحتاج أدابترات مثل هذه عشان تقدر تستخدمها المخرجين اللي هي من كورتر إنش إلى 3.5 ومن XLR إلى 4.4 يعني تكاليف إضافية حتى لو كانت قليلة الجهاز غير متسامح نهائيا مع جودة التسجيل الملف الصوتي أي عيب فيه مهما كان صغير رح يبرزه لك حتى في بعض الأحيان يكون بشكل مزعج بس إنه يطلعه لك شغلة هذي البعض يعدها ميزة البعض الآخر يشوفها عيب شخصياً يشوفها ميزة إذا كنت أبغى استخدم الجهاز بشكل تحليلي لكن لو بسمع بشكل طربي لا ودينا للجهاز اللي يستخدم يكون يتغاضى عن هالمواضيع دي لأني أنا طربان ما أنا جالس أحل أثناء تجربتي لفلاتر البي سي ام لاحظت شغلة غريبة شوي إن إذا فعلت أي واحد فيها مباشرة ينخفض الصوت معي بحدود عشرة كل خمسة عشر في المية ما أدري وش السبب أيضاً استغربت عدم وجود خيار لإيقاف الفلاتر للدي اس دي يعني يعطيني أعلى اختيار إنه يسوي كات اوف بعد تردد سبعين ألف كيلو هيرتز طيب ليش تحدني على هالرقم بحثت عن هالموضوع يقول عشان لا يطلع لك أي نويز في الترددات العالية لو كان موجود طبعاً هالنويز في الملف الصوتي طيب أنت ما لك شغل فيني أنا أريد أن أسمع عن نويز اللي ما يعرف ملفات الدي اس دي هي توصل إلى 2.8 ميجا هيرتز هذا تراك قعد أتكلم أنا عن الدي اس دي 64 فقط وركزوا تراها ميجا هيرتز يعني ما هي بالكيلو إذا حولناها للكيلو هيرتز تساوي 2822.4 2822 وهالجهاز حادني على سبعين فقط يعني كم اللي يضايع علي منها رقم ضخم يمكن كثير منكم ما يهم مع الموضوع لكن واجب علي أن ينبه عليه تمنيت أن يكون فيه التنوع أكثر في مخارج الصوت للداك يعني ب 500 دولار ولا فيه إلا مخرجين XLR أو RCA المفروض معها أوبتكال وكواكس اللي موجودة في الجهاز كل اثنين الأوبتكال والكواكس كلها إن ما فيها أوت فيه شغلة أيضا برجع أكد عليها تقييمي هذا بناء على استخدامي للجهازين مع بعض لأن مثل ما قلت في بداية المراجعة لو استخدمت الداك على آمب ثاني أو الآمب على داك غيره غير هذا ممكن تتغير معك النتائج وهذا اللي صار معي كان فيه التغيير يوم وصلت الداك على آمب توبينج السبعين أيضا فيه شغلة يعني كان ودينها موجودة معنا ما هي ذيك الضرورة لكنها كان ودينها موجودة اللي هو زر الإيقافة التشغيل تمنيت تمنيت فعل إنها موجودة في الجهازين يعني ما هو معقول إنها أبغاها تطفى بروح أفصل الجهاز من التوصيلة لو حطوك كان كوي الصراحة طيب قبل لا أختم الجهاز موجه المين أو بمعنى آخر من وجهة نظري من المستخدم اللي يصلح له الجهاز في عندك المستخدم اللي يحب التفاصيل بشكل كبير سواء كان يشتغل كمونيتورينج أو كتفضيل شخصي أو اللي سماعته كلها بيس اللي فيها بيس عالي وصوت دافئ وتريبل دارك ومفتقد القوة إبراز التفاصيل هالكومبو ممتاز جدا لهم أيضا اللاعبين راح يناسبهم هالجهاز طيب هل يحتاجون هالمستخدمين هذه المستخدم نفسه اللي قرر أنا قلت لك تجربتي عشان تاخذ فكرة عن أداء الجهازين ولو قررت تشتريه أنصح كشف جميع المراجعات ولا تكتفي برأي شخص واحد حتى لو كان أنا وقرأ كل المراجعات المكتوبة بعد إذا خلصت من هذا كله هل هذا الجهاز يناسبك ويسوي سعره أو لا أيضا لو كان تفضيلك الأداء الموسيقي أو خلنا نقول الميوزيكاليتي تكون أعلى في المصدر من التكنيكاليتي الجهاز هذا ما راح يصرح لك يعني أنصحك شف لك ابحث عن جهاز غيره وأنصحك تاخذ يعني الجهاز يكون إذا كنت تبغى شيء بسار معقولة يكون من تكون شريحة الدك فيه اي كي ام والآم ما يكون من تي اتش اكس يعني معروفة لمسة التي اتش اكس تميل الكونها تحليليها اكثر منها موسيقية وبهنا نكون وصلنا لنهاية هذه المراجعة أرجع مرة ثانية واشكروا خوي صالح الغامدي الله يجزا خير على دعمه الكبير للقناة تقبلوا خالص التحية أخوكم نايف